إلى هذا أعلن الأزهر الشريف تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا لتضامنه مع الدعوة القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه الإرهابية بقطاع غزة المحاصر وفي بين الله أكد الأزهر الشريف أن موقف جنوب إفريقيا هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والضمار وسك الدماء البريئة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين الأبرياء على مرأة ومسمع وصمت من العالم كله وأكد الأزهر تشجيعه على اتخاذ مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنوب إفريقيا معربة عن تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعاوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا دعيا دول العالم لاستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة لوقف نزيف الدماء البريئة